في إطار محاربة جرائم متعلقة بمساس لممتلكات العمومية تمكنت فرقة الأمن والتحر لدرك الوطني بواد ليلات من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص في تخريب أعميدة الإنارة العمومية لغارة سرقة كوابل النحاسية العملية جاءت إترة معلومات واردة إلى الفرقاء على إتري داريكا ومباشرة تم تشكيل دورية والتنقل إلى عن المكان أين تم ضبط مجموعة من الأشخاص في حال التلبس يقومون بتغريب أعميدة الإنارة العمومية العملية أصفرت عن توقيف ستة أشخاص تطلوح أعمارهم ما بين 16 سنة و37 سنة ينحدرون من ولاية أهران كما تم حج كمية من كوابل النحاسية والمقدرة ب187 كيلوغرام تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ود ليلات حول جناية تكوين جمعية أشرار لغارة إعداد لجناية جنحة السرقة مع توفر ظرف الليل والتعدد جنحة تخريب العمدي لملكة الدولة جنحة إخفاء أشياء مسلوقة